دكتور أيمن إسرائيل أعلنت أنها انتهت من العمليات حتى الآن إن كان في غزة وفي جنوب لبنان الفصائل في غزة تقول إن التزمت إسرائيل فنحن ملتزمون وحذرت إن عدتم عدنا هل انتهت هذه العملية دكتور أيمن عند هذا الحد أم بعدما شهدناه في منطقة الأغوار وتل أبيب قبل قليل قد ربما يجدد هذه الاشتباكات من جديد لا أظن أن الأمور ذاهبة باتجاه التهدئة بالعكس الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد اليوم في عمليتين عملية في الأغوار والعملية من حوالي الساعة في تل أبيب القصف كان حتى توقف صباح هذا اليوم سواء على غزة أو على لبنان الأوضاع ذاهبة باتجاه التصعيد حقيقة ذاهبة باتجاه التصعيد وإذا نظرنا إلى الرد الإسرائيلي ليس على عادة إسرائيل أن يكون الرد بهذا الشكل يعني الرد في قطاع غزة صحيح كان عنيف ولكن هم على حسب ما صدرت من التصريحات قبل أن يبدأ القصف قطاع غزة ليلة أمس كان الحديث باتجاه أن غزة ستعيش ليلة قاسية وقاسية جدا وإلى آخره الرد الإسرائيلي إلى هذه اللحظة ليس على المستوى الذي تعودنا عليه من الحكومات اليمين في إسرائيل هذا يعطي مؤشر بأن الرد الإسرائيلي أيضا هناك رد إسرائيلي قادم وفي الأفق فيه خلال أيام الجيش الإسرائيلي استدعى احتياط سلاح الجو واستدعى احتياط السلاح الدفاع الجوي وهذا يعطي مؤشرا أنه طالما هناك استدعاء للاحتياط سواء لسلاح الجو للطيارين أو للدفاع الجوي وهذا يعطي مؤشر على أن هناك جولات قادمة وأن الجولات ستكون عبارة عن قصف واستخدام لسلاح الجو للطيران الإسرائيلي وبالمقابل سيكون هناك سلاح الدفاع الجوي اللي هو منظومة القبة الحديدية والتي ستعمل في هذه اللحظة بعد القصف ردا على إطلاق صواريخ من غزة تحديدا أيضا في الحكومة الإسرائيلية توازن هذا ما أرى توازن في تصرفاتها وفي قصفها وتفرق ما بين غزة وما بين لبنان الحكومة الإسرائيلية تعمل جاهدة على عزل المنطقتين سواء على الجبهة الجنوبية أو الجبهة الشمالية لا تريد أن تدخل لبنان وغزة معا في الصدام وفي أي معركة قادمة الأسهل لها هي غزة لأن غزة لا تمتلك ذاك الكم من الصواريخ الذي يمتلك حزب الله في لبنان إسرائيل وأعلنت على لسان أكثر من مسؤول إسرائيلي أنهم في موضوع حزب الله هم يتعاطوا بحذر وبدقة غير عادية يعني فصل الساحتين عن بعضهم وفصل المواجهة مع غزة أو مع لبنان أو مع حزب الله يعني شيء يعني إسرائيل تعمل أو الحكومة الإسرائيل الحالية تعمل عليها جاهدة وأنا بتقديري إلى اللحظة غزة تعمل في اتجاه ولبنان عفواً ولبنان تعمل في اتجاه آخر طيب ننقل هذا السؤال إلى وثبت التصعيد قادم مما لا شك فيه ترجمة نانسي قنقر